موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب البداء من الكافي الشريف ذكرنا فيما مضى أن البداء في التكوينيات كالنسخة في التشريعيات بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقدر أمراً لمصلحة ثم يغير ذلك التقدير لمصلحة أخرى كما أنه يشرع حكماً لمصلحة ثم ينسخ ذلك الحكم لمصلحة أخرى حينما شرع الحكم الأول لم يكن جاهلاً والعياذ بالله بأنه سينسخه وإنما هو يعلم بأنه ما دامت المصلحة موجودة سيكون حكمه موجوداً وأن المصلحة ستتغير أو يغيرها هو فالحكم يتغير كذلك الله سبحانه وتعالى حينما يقدر أمراً هو يعلم بأنه سيغير هذا التقدير لاحقاً وإنما قدره أولاً لمصلحة ثم يغير ذلك التقدير لمصلحة أخرى وقد ذكرنا مثالاً قرآنياً وهو قوم يونس عليه السلام يونس قومه لم يستجيبوا له رسالته في البداية وكفروا به فاستحقوا العذاب لماذا قدر الله العذاب لهم لكفرهم هؤلاء استحقوا العذاب لكفرهم فقدر الله سبحانه وتعالى العذاب لهم فحينما قرب منهم العذاب تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتوجهوا إليه وطلبوا منه أن يكشف عنهم العذاب فلما تابوا استحقوا الرحمة بأن يلطف الله سبحانه وتعالى بهم ويكشف عنهم العذاب فكشف عنهم العذاب لماذا قدر أولاً العذاب لكفرهم لماذا غير ذلك التقدير لتوبتهم ففي حين الكفر كانت المصلحة في تقدير عذابهم وحين التوبة كانت المصلحة في رافع العذاب عنهم ومتعناهم إلى حين زين الله سبحانه وتعالى حينما قدر لهم العذاب هو يعلم بأنهم سيتضرعون وأن هذا العذاب سيرتفع كذلك حينما أمر إبراهيم بذبح إسماعيل هو يعلم بأنه سينسخ ذلك الحكم لكن مصلحة اختبار إبراهيم ولكي يتم الكلمات حتى يصل إلى درجة الإمامة كما في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن كان يقتضي أن يشرع له الذبح ثم بعد ذلك حينما أسلم وتله للجبين الله سبحانه وتعالى ينسخ ذلك الحكم لنجاح إبراهيم في هذا الامتحان طبعا تفصيل هذا الكلام ذكرناه في الحلقات الماضية الآن من الحديث التاسع إلى آخر باب البداء هناك مجموعة من الأحاديث تشير إلى زوايا مختلفة من موضوع البداء من أهم الزوايا أن البداء لا يستلزم الجهل لأن الذي يعتقد بالجهل في الله سبحانه وتعالى فهذا أخزاه الله وهذا كافر إنكار العلم في الله سبحانه وتعالى فإذن هذه نقطة كان ينبغي ويجب التركيز عليها وقد بيّنها الأئمة عليهم الصلاة والسلام وفيه تفسير أيضا لمجموعة من الآيات القرآنية التي تدل على أن الاختبار لأجل العلم الله اختبر قوما ليعلم ما هو معنى ليعلم الآن سنذكره في طي شرح هذه الأحاديث المباركة وأيضا أن البداء أساس من أسس التوحيد ولذلك الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا إلا وأخذ منه مواثيق ومن جملة المواثيق أن يعتقد بالبداء لأن الاعتقاد بالبداء يلازم الاعتقاد بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأن التقدير لا يجعل يده مغلولة كما زعمت اليهود وأن في البداء تحريض للناس بالطاعة والتضرع والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ليقدر لهم تقديرا حسنا وليغير ما قدره لهم من المصائب مثلا فإذن الاعتقاد بالبداء اعتقاد توحيدي يستتبع طاعة عملية وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وهناك أمور أخرى سنشير إليها في شرح هذه الأحاديث المباركة مثلا من جملة الأحاديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين أن البداء في أي علم يكون في أي نقطة تكون الله سبحانه وتعالى علمه عين ذاته لا اثنينية بين علمه وبين ذاته لما ذكرناه مفصلا في الماضي بأن صفات الذات هذه صفات من ذات الله لا أنها حادثة وهذه الصفات هي عين ذات الله لا اثنينية بينها وبين الذات يعني حياة الله علم الله قدرة الله اختيار الله سبحانه وتعالى هذه الصفات هي نفس ذاته لا فرق بينها وبينه احنا صفاتنا تختلف عن ذاتنا لذا الإنسان يموت ذاته شيء وحياته شيء آخر الإنسان يجهل ويعلم ذاته شيء وعلمه شيء آخر لذا أمكن انفكاك العلم عن ذاته قدرته شيء وهو شيء آخر لذا يمكن أن يكون قادرا ويمكن أن يكون عاجزا لكن الله سبحانه وتعالى صفاته الذاتية ليست غير الذات وإنما هي عين ذاته وإلا يستلزم محاذير من جملتها الحاجة في مرحلة الذات من جملتها التركب من جملتها تعدد القدماء وهذه كلها توالي فاسدة فلذا صفة الذات هي عين ذات الله فعلم الله هو ذاته لكن هذا العلم تعلق بالمعلوم يعني الله سبحانه وتعالى من الأزل يعلم بوجودي فذلك العلم تعلق بهذا المعلوم هذه المعلومات الله سبحانه وتعالى قد يفيض قسم منها على البشر البشر وعلم آدم الأسماء كلها الآية الشريفة تقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هنا من علمه يعني من معلوماته الإنسان لا يحيط بالمعلومات التي يعلمها الله سبحانه وتعالى يعني متعلق علمه لماذا؟ لأن متعلق علم الله سبحانه وتعالى لا متناهي لأن علمه غير متناهي المعلوم لم يكن موجودا ثم كان أو المعلوم لم يكن موجودا ولا يتحقق لأن الله يعلم بما لم يكن أيضا هذه المعلومات الله سبحانه وتعالى قد يفيض بعض تلك المعلومات على الناس مثل آدم عليه السلام مثل الأنبياء الله سبحانه وتعالى يوحي إليهم وكذلك غير الأنبياء بواسطة الأنبياء الله سبحانه وتعالى يفيض إليهم المعلومات هذه المعلومات على قسمين قسم منها استأثر الله سبحانه وتعالى علمه وعلمها لنفسه لم يخبر به أحدا حتى أنبياءه حتى رسله حتى ملائكته هذا قسم هذا قسم فالله سبحانه وتعالى في هذا العلم يعلم بالبداء أيضا يعني يعلم بأنه سيقدر عذاب قوم يونس ويعلم بأنه سيغير ذلك التقدير وأنه يمتعهم إلى حين ففي العلم المخزون الذي لم يطلع أحدا عليه هناك العلم بالبداء موجود القسم الثاني العلم الذي علمه الملائكة وعلمه الأنبياء هذا العلم قد يكون فيه البداء لكن لا يخبرهم بذلك البداء أو يمكن أن يخبرهم بذلك البداء ممكن لأن بعض الأنبياء لم يكونوا يعلموا بالبداء مثلا يونس على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم بالبداء لذلك وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه لو كان من الأول يعلم بالبداء ما كان يذهب مغاضبا فإذن الله سبحانه وتعالى العلم المخزون الذي لم يطلع عليه أحدا كل المسائل البدائية موجودة فيه فلذلك يعلم بجميع ما يتحقق وما لا يتحقق وما فيه البداء وما ليس به البداء وأما الذي علمه الملائكة والأنبياء قد يكون فيه البداء وقد يخبرهم بذلك البداء وقد لا يخبرهم بذلك البداء مليون باب من أبواب العلوم علمها الرسول لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يعني الله سبحانه وتعالى علم الرسول والرسول علم أمير المؤمنين وذلك العلم يتوارثه الأئمة عليه الصلاة والسلام فجميع العلوم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على ملائكته وعلى أنبيائه ورسله جميع تلك العلوم علمها وعلمها رسوله محمدا صلى الله عليه وآله والرسول محمد صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه وتعالى علمها أمير المؤمنين عليا ومن أمير المؤمنين عليا تتناقل هذه العلوم إلى الأئمة عليه الصلاة والسلام وهناك روايات كثيرة مذكورة في باب الحجة من كتاب الكافي من كتاب بحار الأنوار ومن كتب أخرى تشير إلى علم الأئمة بس بشكل مختصر نشير إلى ذلك لأن هناك كثرة الشبهات السخيفة حاليا الله سبحانه وتعالى هو العالم بالغيب والشهادة لا يعزب عنه مثقال وذرة في السماوات ولا في الأرض يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن الله أيضا يعلمه علمه لا حدود له لا نهاية له خلق الإنسان الإنسان في كل شيء يحتاج إلى إفاظة واللطف ورحمة من الله سبحانه وتعالى يعني نحن إذا نعلم إنما لأن الله سبحانه وتعالى لطف بنا رحمنا جعلنا جعل لنا القابلية لتلقي العلم وجعل وسائل لتلقي العلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الإنسان حينما يولد يولد جاهلا بكل شيء لا تعلمون شيئا لكن الله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته بالإنسان أن جعل وسائل تلقي العلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الطفل يرى وله قلب ما يراه قلبه يحلله يسمع بالتدريج يزداد علما إلى علم ثم بعد ذلك عبر الدراسة يمكن أن يزيد علمه أو مثلا عبر التفكر يزيد من علمه هذا من لطف الله سبحانه وتعالى على الإنسان زين الله سبحانه وتعالى قادر أن يفيض كل المعلومات التي أفاضها على أنبيائه وعلى رسله يفيضها لإنسان يمكن لو لا لو عاجز الجواب ممكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء كل هذه العلوم يفيضها على إنسان لذا في الآية الشريفة وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الله إذا أراد أن يفيض جميع العلوم على آدم يتمكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخبر أنبيائه ورسله بما غاب عن الحواس بالغيب عاجز أو قادر الجواب قادر لذا الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة أولا وبالذات المعلومات الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمها عالم الغيب والشهادة الشهادة يعني ما يشهده الإنسان بحواسه حاضرة لدى الإنسان أو ما غابت عن الحواس بالنسبة إلى الله سيان غيب أو شهادة لا فرق بينهما بالنسبة إليه سبحانه وتعالى بالنسبة لدينا غيب وشهادة بزيان الله سبحانه وتعالى يفيض علم المغيبات إلى عيسى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم عيسى عليه الصلاة والسلام من معاجزه أنه كان يعلم بما يأكلون في بيوتهم ما يدخرون في بيوتهم كيف كان يعلم الله علمه الله سبحانه وتعالى علمه هذا القسم من علم الغيب ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أو في سورة الجن الله سبحانه وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول يعني الله سبحانه وتعالى يرتضيه مثلا رسوله أو رسله يرتضيهم فيخبرهم بالغيب هذا يمكن نعم الرسل هم بذاتهم لا يعلمون الغيب ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير لو هو بالذات كان يعلم الغيب هذه درجة من درجات الألوهية لكنه رسول لكنه بشر ليس إله فهو بالذات لا يعلم الغيب وإنما يتلقى علم الغيب من الله فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فلذا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرنا بكثير من المغيبات القيامة غيب العذاب غيب الثواب غيب ما يجري في المحشر في الحساب غيب ليس كله مذكور في القرآن الكريم كثير منه غير مذكور في القرآن في ظاهر القرآن وإنما الرسول بينه والمسلمون سواء من شيعة من غير الشيعة في صحاحهم ذكروا هذه التفاصيل عن رسول الله صلى الله عليه وآله الرسول صلى الله عليه وآله كما في سيرته أخبرك عن كثير من المغيبات لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبره فإذن إذا واحد يجي يقول أن الرسول هو بالذات عنده علم الغيب هذا كفر لأن العلم بالذات بالغيب لله سبحانه وتعالى هذه صفة خاصة بالله لكن بإذن الله أن يعلم من الغيب هذا لا بأس به بل هذا عين التوحيد كما في إحياء الموتى كما في إبراعي الأكمة والأبراص عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أحياء الموتى؟ نعم بإذن الله إذا واحد يجي يقول أن عيسى بقدرته الذاتية مستقلا بدون إذن الله إذا قال بأنه أحيا فهذا كافر لكن إذا قال بأن عيسى بإذن الله سبحانه وتعالى أحيا الأموات فهذا مؤمن إذا واحد يقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله بالذات يعلم الغيب بدون تعليم من الله فهذا كفر لكن إذا قال بأن الرسول محمد صلى الله عليه وآله قد ارتضاه الله سبحانه وتعالى إلا من ارتضى من رسول ارتضاه الله ولذا أطلعه على الغيب هذا عين الإيمان المشكلة أن البعض يجعلون القرآن عظين يجزئون القرآن يرى آية ولا يرى آية أخرى يرى هذه الآية ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير فيقول أن الرسول لم يكن يعلم الغيب زين خشوف الآية الأخرى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول شوف الروايات المتواترة حيث أن الرسول صلى الله عليه وآله أخبر بالمغيبات اجمع الجمع هو أن الرسول بالذات لا يعلم الغيب لكن بتعليم من الله سبحانه وتعالى يعلم كما أنه تقول الآية الشريفة تقول لا أملك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هل الرسول يملك لنفسه نفعا بدون إذن الله كلا يملك لنفسه ضررا بدون إذن الله كلا لكن بإذن الله يملك لنفسه النافع والضرر نحن كذلك إحنا بدون إذن الله نملك لأنفسنا النافع والضرر كلا أنا بدون إذن الله سبحانه وتعالى الإذن التكويني بدون الإرادة التكوينية لا أتمكن من أن أنفع نفسي أو أذر نفسي لكن الله سبحانه وتعالى أذن لي إذنا تكوينيا جعلني مختارا لذا أتمكن من أن أنفع نفسي أنا أصلي باختياري إذا الله سبحانه وتعالى تقبل تلك الصلاة فقد نفعت نفسي أو واحد باختياره يعص الله سبحانه وتعالى هذا باختياره أذر نفسه لكن لأن الله سبحانه وتعالى جعله مختارا وهديناه النجدين فإذن الله سبحانه وتعالى المعلومات على قسمين فيه علمه عين ذاته هذا علمه بسيط لا تركب فيه لكن متعلق العلم يعني المعلومات هذه المعلومات قد تكون مكنونة مخزونة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وهنا يكون العلم بالبداء يعني الله سبحانه وتعالى يعلم بما يقدر ويعلم بما يغير من تقدير وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه هذا ليس غلوا في الأئمة عليهم الصلاة والسلام بل هذا هو عين التوحيد وإثبات قدرة الله سبحانه وتعالى بأنه استفى بشرا وميزهم هذا كمال قدرة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يخلق بشر في تركيبته الجسدية بشر سواء من الأعضاء أعضاءه وأعضاء بشر لحم دم نفس روح جسم تركيبة تركيبة بشرية قل إنما أنا بشر مثلكم هذه التركيبة البشرية الله سبحانه وتعالى يصطفيها فيختارها للنبوة للرسالة يجعلها معصومة يعلمها ما يشاء من غيبه لأنه ارتضاها كل هذا إثبات لقدرة الله سبحانه وتعالى البعض يريد ينفي مقامات الرسول صلى الله عليه وآله يجي يستدل بهذه الآية قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يعني أنا بشر في تركيبة الجسدية في تركيبة النفسية لغضب لرضى لعواطف أجوع أحتاج إلى قضاء الحاجة كان يأكلان الطعام هذه في التركيبة البشرية مثلكم لكن هل المقصود أنه في المقامات هم مثلكم يعني أنتم مو أنبياء هو مو نبي كلا هذا ليس مقصود أنتم مو معصومين هو مو معصوم أنتم تجهلون الغيب لأن الله لم يعلمكم فالله لم يعلم الرسول الغيب كلا الله لم يوحي إليكم فلم يوحي إليه كلا وإنما المقصود أنه تركيبته بشرية لكن الله سبحانه وتعالى من حيث المقامات فضله عيسى عليه الصلاة والسلام بشر وأيضا بشر مثلنا نعم الله خلقه من غير أب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لكن تركيبته الجسدية تركيبة بشر يحتاج إلى طعام يحتاج إلى قضاء الحاجة يحتاج إلى نوم زين الأمور البشرية موجودة فيه لكن عيسى نبي هذا مقام من أنبياء للعزم عيسى عليه الصلاة والسلام بلمسة يد يبرئ الأكمه الأعمى بالولادة يعني والأبرص يحيي الموتى كل بإذن الله سبحانه وتعالى هو ممثلنا في المقامات المعنوية وإنما هو مثلنا في التركيبة الجسدية فإذن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الشخص قادر لو عاجز؟ الجواب قادر أكو في حديث أن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان جالسا على نهر دجلة أو كان جالس في مكان يتراء له نهر دجلة فأحد الأشخاص كان يعرض بالإمام عليه الصلاة والسلام ما معناه أنه جماعتك يتصورون أنك تعلم عدد قاطر مياه دجلة كم قطر في دجلة دجلة عندما تنطلق من الجبال في الأراضي التركية إلى أن تلتقي والفرات كم قطر فيها مليارات 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 لا نعلم يقول أن مثلا جماعتك يزعمون أنك تعلم عدد قاطر هذا النهر الشاط زين الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام جاوب جواب إسكاتي الجواب شنو كان؟ قال إذا علم عدد قاطر دجلة شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطيه لبقى تبقى الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيها يعني إذا أراد أن يعطيها علم عدد قاطر مياه دجلة هل الله قادر أو عاجز؟ زين إذا أنت مسلم لازم تقول الله سبحانه وتعالى قادر زين إذا الله قادر أن يعطيها لبقى أليس الله قادراً أن يعطيها لبشر اصطفاه وطهره نعم قادر فإذن علم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه بعد ذلك ننتقل إلى الحديث العاشر من أحاديث باب البداء أيضاً عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام يقول ما بدى لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له يعني ليس البداء بمعنى الجهل مثل بداء البشر أنت يصير رأيك في شيء بعدين تكتشف حقائق كنت غافل عنها تغير رأيك كلا الله سبحانه وتعالى ليس بجاهل الله عالم إلا كان في علمه قبل أن يبدو له يعني مثلاً أنت تقرأ آيات من جملة الآيات ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أو آية أخرى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ الله يمتحن حتى يعلم منه المجاهد منه الصابر الله بعثهم ليعلم أنه أي الجماعتين أحصى لما لبثوا أمدا وكذلك في آيات الإختبار آيات كثيرة تقولها كذا لنعلم لنعلم زين يعني الله كان جاهل والعياذ بالله يختبر ليعلم كلا شنو تقول في هذه الآيات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ إحنا نختبركم بالبلاية نمتحنكم بالمصائب لنعلم الغرض من الاختبار من الابتلاء حتى نعلم يعني الله كان جاهل والعياذ بالله كلا البداء هو نفس هذا الشيء الله عالم لكن يختبر لغرض الله سبحانه وتعالى عالم لكن يقدر ثم يغير ذلك التقدير لغرض زين نسبة إلى هاتين الآياتين وآيات أخرى في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يختبر ليعلم ماذا يقول المفسرون في ذلك وتفسير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بل تفسير جميع المسلمين يقول في معنى هذه الآية ليتحقق ما علمناه أزلا مو أنه نجهل ثم نعلم كلا مثل البشر يختبر واحد حتى يعلم لأنه كان جاهل أنت تختبر واحد لأن جاهل بحالاته تختبره حتى تحصل علم تعرف لكن بالنسبة لله من الأزل يعلم منه الناجح في الامتحان ومنه الساقط في الامتحان الله من الأزل يعلم ذلك لكن لماذا يختبر ليتحقق ما علمه أزلا ليس اختبارا لرفع الجهل وإنما اختبار لتحقق ما علمه وكذلك البداء البداء ليس عن جهل وإنما هو إظهار بعد إخفاء أو إنشاء تقدير جديد فإذن إذا واحد يجي يقول أن البداء بمعنى الجهل ويبدأ بالتهريج على هذه الفكرة التوحيدية التي بيّنها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ووردت في القرآن الكريم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فهذا تهريجه ناشي عن جهل أو خبث مع أنه قد ذكرنا فيما مضى أن كلمة البداء بدا لله وردت حتى في كتاب البخاري الصحيح عند العام هذا قسم يتعلق ببحث العلم ونسبته مع البداء وهناك أحاديث أخرى في باب البداء إن شاء الله سنتطرق إليها في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر